وهل في لعيبة صغيرة وتاني انا مش عايز ادخل لك في كل استقرب ببعيد عن الاهلي خالص هل في لعيبة صغيرة ممكن نجيبهم من كرة افريقيا يلعبوا هنا في الدول المصري والاندقى تبدأ تستثمر وتبدأ اللعبة دي تلعب انا عايز اللعيب اللي ييجي عند ده ده عاملين زي اللي بيحصل مثلا في فرنسا اجيبه انت ما تقدرش تيجي تلعبه اقل من 18 سنة هو ما يقدرش يمدي معاك عقد اقل من 18 سنة فهتصطدم ان انت لازم هتلعبه في قطعات الناشئين والمسابقات يعني ما في لعيبة عندها 16 سنة و 17 سنة لعيبة بروميسن جدا لكن حيجيوا يلعبوا هنا في مسابقات الحد كبير مسابقات لا تفرز وما تتطورش وما تقدرش تمدي مع اللعيب ده قبل 18 سنة وبالتالي يعني اللعيب عنده 14 سنة فيه رولز معيان لا ما يقدرش يجي يقعد ثلاث شهور بس لان لازم يكون والدته والده موجود معاه وعنده اقامة وفا فيه رولز كتير جدا بتعطى الجزئية دي انك تجيب لعيبة كتيرة ويبقى عندك واتدخلهم في الدوري لان فيه عدد معين بس لازم هو اللي يكون موجود بس هي الفكرة ان انت قادر انك تعمل الكلام ده في مصر يعني كل الاكاديمات الموجودة في افريقيا اتعاملت بغرض الاستثمار وبيطلعوا لعيبة كتير جدا بره في اوروبا واللعيبة دي بتفيد المنتخبات بعد كده انت قادر تعمل الكلام ده حتى على مستوى التحاد الكورة لان التجربة الالمانية اشتغلوا كده يعني عندهم عندهم الابرهاند على 75 الف اكاديمية في المانيا التحاد الالماني مسيطر عليهم او حادث ايده عليهم او هو بيرائبهم بيرائب بالظبط وحتقول لي عدد كبير قوي لان بالنسبة لهم حتى لو مدرسة وفيها ملعب ده بيعتبر حاجة ممكن يطلع منها تلند مدرسة فحتى البي تيتشر الموجود لو لقى ولد تلند في الكورة هو والله انا عندي في مدرسة كذا في ولد صغير عنده عشر سنين شكله لعيب كويس هو يبدأ يعمله شوية داتا ويتابعوه فده شغلة كمان اللي هو كل لاعب يلعب في البلد انا المفروض عني يتبع عليه عشان ده كنز او ده موهبة مهمة بقدر الامكان بتكون عندك شوية داتا صغيرة عشان انه هيروح للأكديمية دي يقول له ابعد لي كل مسلا فترة ابعد لي من الكويس امس على كل الاكديمية لا بالزبط في برلين في حتة صغيرة في همبروية في جولات الافريقية شفت مسلا اللعيب زي ما بتشوف الفيديوهات على اليوتيوب كلا لا مش كلمك على اللعيبة كتير كان لسه مش عارف عنده تلتاشر سنة تلتاشر سنة في النوعيات دي من اللعيب وطبع انت تقول ايه انا عايزه بكر موجود في نادي الاهل بس عشان الموضوع بتاعه الموضوع مش سهل طبعا انك على طول تجيبه سانيا السن الصغيرة دي بيبقى صعب حتى لما كلمنا كلمنا دايما بيبقى عائلته بنكلم مثلا بابا يكون موجود وبتاعه قال لا ده حتى في حد عايش في انجلترا هو اللي متبني الولد بيصرف عليها وبيبعد فلوس لعائلته وهو اللي متبنيها وبيرعاه لغاية ما يكبر وياخده بره ده كان افريكي لعب افريكي فيه المواهب اللي انت بتشوفها فيه اه فيه يعني الولد ده كان عنده 13 سنة وكان بيلعب مع الولاد الكبار يعني شكله خلاص يعني مميز جدا جدا فانا عايز اقولك الحقيقة ان انت فيه مواهب وفيه مواهب عندنا مليون في المية بس زي ما بقولك بتصطدم بحاجات كتيرة جدا جدا اه اه ما بتعرفش اتطور نفسه او ما فيش حد يطور بشكل علمي شوية اه الولاد اه محتاجين اكتر من كده مصر كبيرة جدا ومواهب كتيرة جدا محتاجين اتحاد الكرة يشتغل على ده اكتر من كده